عميد كلية الطب والصيدلة بأغادير التابعة لجامعة ابن زهر الدكتور عبد المجيد الشريبي يؤكد أن مباراة ولوج كلية الطب والصيدلة بأغادير برسم سنة الجامعية 2020 و2021 جرت في ظروف جيدة وأضف العميد أن كلية الطب والصيدلة بأغادير ستستقبل هذه السنة 200 طالب عوض 120 طالباً كما كان يتم خلال السنوات الماضية أجواء دستم زيانة ما لاحظنا حتى شي حالة غش الحمد لله دبا توصلنا بالأضريفة دي الأوراق على كل حديد الكليل لأنه الدخل جا توصلنا بالأضريفة دي الكلية العلم التربية في أغادير وكان وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي السيد سعيد أمزازي قد أكد أن المباراة المشتركة لولوج كليات الطب والصيدلة وطب الأسنان تروم ضمان تكفؤ الفرس بين المرشحين